السلام عليكم. النهاردة نستكشف مع بعض بعض الأدوات المجانية الزريفة جداً اللي بتقدر تستخدم خدمة الذكاء للصناعي اللي ممكن تساعدنا في عمل تعديلات اساسية على الصور بدون اي مجهود. وبدون الحاجة لأي برامج او طلب تسجيل دخول. من الامثلة اللي الادوات دي ممكن تعملها. ازالة او خلفية الصورة بكل احترافية. وكمان تقدر تبدل ببادل تاني افضل. عمل للصور من وتحسين جودتها. ازالة العلامة المائية او بين الصور بدون اي مجهود. اعمل للصور وتحويلها من اي فورمات للتاني. اعمل او ضغط الملفات الصور الكبيرة وتصغير حجمها بدون التأثير على الجوضة بتاعتها. تعالوا بسرعة نشوف ممكن نقدر نستخدم الادوات دي ازاي. اداة ريس بي جي تقدر تشيل الباكجراوند من اي صورة بكل سلاسة وبشكل مجاني بيستخدام خنة الذكاء لصناعي. كل اللي بحتاجة عمله بخش على هي ممحاقة واستيكا. ضغط بي جي اختصار لكملة باكجراوند. وبتأكد لهو الموقع ده. اريس دوت بي جي. اولا ما بدخل على الموقع بيكتب لي هنا. ريمو باكجراوند فروم امجس فور فري. لان هو بيقدر يشيل الباكجراوند من اي صورة بشكل مجاني. وبيديني هنا شوية امثلة. وبلاقي هنا في زرار الابلود. اللي انا ممكن بيابلود منه الصورة بتاعتي. من على الدسك توب. ممكن كمان ادراج ودروب الصورة او كوبو بيست. فانا عندي هنا مثال لصورة. ممكن اختارها. بعد ما بيخلص الابلود بيعمل عملية بروسسنج. وزي ما احنا شايفين ادرى يشيل الباكجراوند بالصورة بتاعتي هنا. اللي على الشمال الوريجنال. وخلى هالي ترانسبيرنت خالص زي ما احنا شايفين بشكل احترافي جدا. وممكن من هنا لو انا دست داولود اوريجنال سايز. بيقدر يعملي داولود للصورة. وباخدها بشكل مجاني. ممكن بس استعدامها في اي استخدام تاني برا الويب سايت. مش بس كده انا ممكن كمان لو انا دست ادت هنا. ممكن احط تانية للصورة الترانسبيرنت اللي انا طلعتها مثلا في هنا. حوائط مثلا وولز. ممكن انا مش عاجبني دي. ممكن اختار مثلا وود حاجات خشبية. ممكن مثلا انا مش عاجبني اعمل ادت تاني معلش. واختار كالورفول. حاجات فيها الوان. انا فانا عاجبني مثلا الصورة دي. شكلها حلو بصراحة. ولا دي احلى لا دي تمام. ممكن ابتدري اعمل دولود. زي ما احنا شايفين شكله كويس جدا ممتاز بصراحة. وممكن استعدامه في اي حاجة تاني. وبصراحة ارس.بجي. مش مجرد بس بس استعدامه عشان اشيل الباكجراوند من الصور الشخصية. ممكن كمان مثلا انا عندي امضة عمل لها سكان او مصورها بالموبايل. توقيع يده ويعني. ممكن ارفعه هنا على الويب سايت. وابتدري اشيل الباكجراوند منه بشكل ثالث. عشان استعدامه في اي حاجة تاني مثلا في ايميل او اعمل بتوقيع الكتروني. او اي استخدام تاني. زي ما احنا شايفين ده كان توقيع على الشمال هنا في ويت باكجراوند. او مثلا كان صفحة بيضة. وقدر يشلي الباكجراوند منها بكل ثلاثة. وقدر اعمله دولود. ممكن كمان لو انا عندي لوجو مثلا. وفي باكجراوند. وانا عايزه يبقى ترانسبيرنت عشان استعدامه. في دعاية في جرافيكس في ديشتال ماركتنج. فممكن ارفع اللوجو هنا. ويقدر يساعدني اللي انا اشيل الباكجراوند منه بشكل بسيط جدا. او شكل ثالث قوي. ويدهولي بشكل ترانسبيرنت زي ما احنا شايفين. اقدر استخدمه بعد كده في اي حاجة تاني. اداة إريز بي جي في منها موبايل اب او اصداره للموبايل. لو انا دخلت على جوجل بلاي او الاب ستور من الموبايل بتاعي. ممكن ان ازل الاداة واستخدمها بشكل مجاني. وفي نفس الوقت ان انا افتحت البراؤز على الموبايل. ودخلت على إريز بي جي. ممكن استخدم الاداة برضو. من شكل ثلث جدا. لازالة الباكجراوند من الصور. ووترمارك ريموفر دوت اي او. اداة مميزة جدا. تقدر تشلي العلامة المائية من اي صورة بشكل مجاني باستخدام خدمة الزكاء الصناعي. وفي منها برضو موبايل اب موجود على جوجل بلاي ستور والاب ستور. كل اللي اللي بحتاج هو اللي اللي بس بارفع الصورة على الويب سايت وبتعاملها بروسسنج. وبتقدر تشلي الووترمارك منها بشكل ثلث. تعالوا نجرب كنا نجيب اي صورة مثلا من الانترنت. انا شايف هنا في شوية صور فيها ووترمارك. انا مثلا عجباني الصورة دي. عايز احطها كباكجراوند. او استعدامها بالاستعدام شخصي طبعا. علشان موضوع حقوق الملكي او كده. فهنسيب الامج دي عندي على دسكتوب. وهنبدأ نرفعها على الويب سايت بتاع بتاع بوترمارك ريموبر دوت عيو. النتيجة الاولية مش مذهلة اوي لسه في بقاية من الكلام او الووترمارك اللي كان موجود من الصورة الاصلية. ولكن هنا فيه تو اوبشنز اللي هو ريموف لوجو. وريموف تكست. ممكن نفعل اول واحد ونشوف اين نتيجة اللي هتحصل بعد كده. هنا فعلا قدر ينظف الصورة بشكل حلو قوي بشكل بقية اللجوهات اللي كانت موجودة. ولكن فيه هنا حتة فضلة من بقاية كلام. تعالوا نجرب نفعل الابشن الثاني اللي هو اسمه ريموف تكست. ونشوف اين سيحصل. بعد ما فعلنا الطو اوبشنز النتيجة النهائية بصراحة مزهلة بالنسبة لي. قدر فعلا نشيل الووتر مارك اللي كان موجود. او العلام المقالي كانت موجودة فوق الصورة. ونجعلها نقية جدا. مقارنة بالصورة الاصلية. كما نرى. وطبعا بعد ما بخلص ممكن ادوله دل الصورة. وابترى استخدامها بشكل شخصي. اما حاجة ما نسيقش استخدام الاداة. ونتستخدمها ضد حقول الملكية. كما احنا عارفين. من الادوات المجانية الممتازة جدا. اللي بتقدر ترفع من جودة اي صور. وتحسن الجودة او الجودة بتاعتها. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا مثلا عندي صورة باكسلة. او لاو ريزوليشن. وعايز اكبرها او احسن من جودتها. ممكن ابدودوا الصورة هنا. اعلموا نجرب مثلا باي مثال. هم حطينه هنا في الويب سايت. مثل مثلا ميكي ماوس. سيبتدي اعمل بروسيسنج لهنا. وهنا بنشوف الفرق بين الصورة القديمة. اللي على الشمال اللي هي النورمال. والصورة اللي معمولة لها أبسكيلنج. ممكن وهم صغيرين ما بلحس الفرق قوي. لكن اما باكبر كده وبشوف التفاصيل الصورة. بيبان الفرق. يعني مثلا الزرار اللي هنا ده لو انا ركزت. ما احنا شايفينها عن يمين. باين فيه فرق ما بين الصورة الوريجنال والصورة اللي معمولة لها أبسكيلنج. فيه شوية تفاصيل برضو حوالين الصورة. او لو احنا بصينا هنا في الويش. لا فيه فرق بصراحة. ولو انا حسيت الجودة ما تحسنتش قوي. ممكن اعمل ترن اون ال اوبشن اسمه انهانس كواليتي. او تحسين الجودة. يبدأ يشتغل تاني عالصورة. ويدينا نتائج افضل من اللي كانت في الاول. لو انا عايز ارفع من جودة الصورة اكتر. ممكن اختار ال اوبشن اللي هو فور اكس. تعالوا نشوف الفرق الاخير. لا فيه فرق شاسع ما بين الصورة القديمة. وبالصورة الجديدة. وطبعا زي ما احنا قلنا ما بيبانش وانت مصغر الصورة كده لا بيبان. اما بنشتغلها الصورة وبنكبر المساحة بتاعتها. اداة شرينك دوت ميليا اداة مجانية. بتقدر تستخدم خدمة الزكاة اللي صناعي. عشان تضغط الصور. وتقلل المساحة التخزينية بتاعتها. وفي منها موبايل اب على جوجل بلاي والاب ستور. زي بقية الادوات اللي احنا شرحناهم قبل كده. والاداة هنا بتقدر تديك اللي انت تتحكم في الكواليتي. في الصورة اللي انت محتاجها. وهنا بتديك مثال كان عندك مثلا صورة 50 ميجا. ممكن تعملها كومبريس. وتضغطها لغاية ما تبقى مثلا 5 ميجا. ولكن بميزي الاداة اللي هي بتقدر تحافظ على الكواليتي او جودة الصورة. حتى بعد الكومبريس او بعد الضغط. فالمسال هنا بيقولك. كان عندك صورة مثلا 23 ميجا بايت. الديمانشنز بتاعتها 1500 في 700 بيكسل. بعد الضغط بقت 5 ميجا بايت. يعني قلت تقريبا اكتر من 4 ضعاف ونص. ولكن الديمانشنز بس انتقللته حوالي 50 في المية. وفي الاخر النتيجة الاخيرة. الكواليتي تقريبا واحد يعني. فاداة زي كده ده ممتازة جدا. وانت ممكن تستخدمها. لو انت بتعمل ويبسايت. وعايز سور تبقى مسحيتها زيارة. عشان البرفورمانس. واللود والكلام ده كله. او في استخدامات تانية كتير. بتحتاج بانت عندك صور هاي كواليتي. وفي نفس الوقت المساعة التخزينية بتاعتها. تبقى قليلة. احيانا بيبقى عندك صورة بفورمات معين. عايز تحولها الفورمات تاني. كمسال بيبقى عندك صورة مثلا جي بي جي. عايز تحولها بين جي. او العكس. فاداة convert files.ai. هتقدر تساعدك اللي انت تتحول الصور. او تغير الفورمات بتاع الصور. مجانا اونلاين باستخدام خدمة الذكاء الصناعي. وفي منها كمان mobile app. بمجرد ان انت بترفع الصورة. وتختار الفورمات اللي انت عايزه بتاع الاوتبوت. الاداة بتقدر تحول لك الصورة للفورمات الجديد. بكل ثلاثة. من معيزات الاداة دي اللي هي طبعا بيقول لك. هي عثارية التحويل. سهلة جدا في الاستخدام زي ما احنا شفنا. بتدعم فورمات مختلفة زي. جي بي جي والب اي جي. ونقل. ولا محتاج اي سوفتور بتنزله على الجهاز ولا اي حاجة. هي اداة يعني شغالة. عن طريق الويب. وفي منها كمان mobile app ممكن تنزله. لو انت عايز تستخدمها بشكل كتير. فاعتقد هي اداة مميزة جدا. وبسيطة وسهلة في الاستخدام. اتمنى اكون نستمتعدوا النهاردة. وشوقت الادوات اللي احنا استعرضناها مع بعض. وقدرنا نشوف ازاي خدم الزكاء الاصطناعي. بقت مدمجة. حتى في مجال الامج بروسسنج والامج ادتينج. وبتقدر تنجس تاسكس. كانت ممكن تهب من هنا وقت طويد جدا. وتخلينا نقلصها في ثواني. وقدم انتم تستانيتوا معنا لغاية اخر الحلقة. فالتبس هنا. كل الادوات اللي احنا استعرضناها مع بعض دي. من تطوير شركة بيكسل بين دوت اي اي او. لو انتم حابين تجربوا او تشوفوا ادوات اكتر. ممكن تخشوا على بيكسل بين دوت اي او. وعتنوا كل الادوات اللي احنا شفناها مع بعض. وفيه ادوات اكتر لسه كمان تحت التطوير. فالو انتم حابين تجربوا او تشوفوا ايه الخدمات التانية اللي بتقدمها. ممكن تكليكوا على تراي فور فري. وهنا هتشوفوا فيه ادوات تانية كتير. وممكن تعملوا تست. لاي اداب كل سلاسة. يعني مثلا انا عايز اشيل. ممكن من هنا كده. هدوس. وبتدي على الصورة. دي لو انا شفت هنا. وبلاقي بيعمل شوية التعديلات. الاداب التحليل اللي انا ممكن اجرب كمان على اي صورة. عندي. فلو انا دخلت هنا على ابلود وعملت. ورفعت اي صورة من عندي. فممكن اجرب بقى كل الادوات اللي موجودة هنا. على الصورة بتاعتي. واشوف النتيجة النهائية. زي مثلا ازالة. ممكن. نعمل. او اي. واشوف الترانسفورميشن اللي هتحصل. وفي الاخر ممكن ادولود الصورة بشكل مجاني. ثالث نجرب. وتقولولي رأيكم. او المزايا اللي انتم شفتوها موجودة هنا. وتسيبولي كومنت في التعليقات اسفل الفيديو. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. ويكون استفدتوا حاجة جديدة. لو الفيديو عجبكم دوس لايك. او نعمل في القناة عشان يجيناك كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. وارجاء الشير برضو لنشر المعلومة والعلم. بيذن الله. واشوفكم في فيديو جديد مع او تعلم تكنولوجيا مع حمل اصام. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.